اشتركوا في القناة وقد اطلق على هذا البدر اسم قمر الحصاد وهو الاقرب الى الاعتدال الخريفي الذي سيحدث في الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري مولينا نهاية فصل الصيف وبداية الخريف وافاد الباحث الفلكي محمد رضا العصفور ان الخسوف الجزئي كان مرئيا بنسب متفاوتة في مختلف الدول مضيفا ان ظاهرة خسوف القمر من ظواهر طبيعية التي تحدث عندما يحجب ظل الشمس ضوء الشمس المنعكس من القمر وحين تكون كل من الشمس والارض والقمر في خط واحد